موسيقى تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب توجهت القبس الالكتروني بسؤال إلى عدد من النواب إن كانوا يرونه ظاهرة سلبية دخيلة على المجتمع الكويتي أم حرية شخصية تخص من يمارسه إذا الحب ظاهرة سلبية عين الكره هو الظاهرة الصحية لا ظاهرة سلبية ولا شيء والكلام الفاضي وإن شاء الله أيامنا كلها عياد حب لا يبقى هابي فالنتين من زين ويزاهر الله خير يعرف قصة فالنتين يعرف شوه خير حق العالم اللي عاشه في عهده إليت عندنا ثلاثة أربعة فالنتين مثلي ليش أنا اسمي صفاء الهاشم عضو لجنة الظواهر السلبية رسالتي إلى الكويت والخليج والعالم العربي والعالم كله لما نقول حبه بعض ويوم للحب أستحرمه يوم للبيئة أستحرمه الدين الإسلامي الدين الإسلامي أساس المحبة وتبادل المحبة والله عادي اللي بيقولون ما نحب ما يصير ولما يصير هابي فالنتين أفريبودي قد لا أتعاطى مع عيد الحب أو الفالنتين ولكن أنا ممارستي الشخصية تعود لي تعود على سلوكي ونصيحتي مع أسرتي وأبنائي فقط لا غير أما أني أفرض هذه السلوكيات بأنها سلوكيات سلبية أو سلوكيات إيجابية أو غير سلبية بأفرض نظرتي الخاصة على المجتمع أعتقد بأنه مو هذا دور مجلس الأمة ولا هذا دور النائم في مجلس الأمة اشتركوا في القناة